أما الأمير هاري فقدر أنه يكسر كل القواعد الملكية لما أصر على استمرار علاقته مع الممثلة ميجن ماركل وده شيء ممنوع طبعا في البروتوكول الملكي الخاص بزواج أفراد الأسرة الحكمة وهالأسبوع يا باسل علاقته انتقلت لمرحلة رسمية أكثر لما أخد معه على كندا ليحضروا انفكتس جيمز وهو الحادث الرياضي الدولي لجرحى ومرضى الجنود ويلي أسسوا الأمير 18 مقعد فرقوا الأمير عن حبيبته بحفل الافتتاح فبعكس ما توقع البعض البروتوكول الملكي بنص أنه ميجن وهاري ما بيقعدوا جنب بعض بالمناسبات الرسمية لأنهم مش مخطوبين الأمير كان جالس بالVIP أريا مع سيد الأمريكي الأولى ميلانيا ترامب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أما ميجن يلي حضرت بجاكت من الجلد لونه بيربل غامئ مع ماتشنج درس فكانت قاعدة مع الجمهور جنب صديقة ماركس أندرسن يلي يقال أنه هو عرف على الأمير بس هاي المسافة ما منعتها من أن تدعم حبيبة لما ألقى خطابه فكانت عم بتصفق بحماس والابتسامي مما فرقتها هلو طورنطو بونسوين كاندا هلو منسوين كاندا هلو منسوين كاندا هلو منسوين كثيرا كثيرا كميسباتك وأخذت لحظات الانسجام بينهم خاصة لما كان عم بوشوشا وتوجد معه بها المناسبة هي خطوة كبيرة بعلاقتهم ويبدو أنهم عم بمهدوا من خلالها لإعلان خطوبتهم قريبا خاصة بعد ما أكدت مجلة أسويكلي بأنه ماجن قابلت الملكة وشكل الأمير استغل فرصة تواجده بكندا فزار بموقع تصوير مسلسل سوتس وقابل فريق العمل وكان سعيد بمشاهدته حسب مقالة الأخبار يلي أكدت كمان أنه بيدعمه كممثلة ودي أكيد وطبعا مش هتكون المرة الأخيرة اللي هنشوفهم فيها مع بعض لأنه الأمير هيفضل موجود في تورونتو لحد ما تخلص المسابقة يوم تلاتي